السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الناس عنده مشاكل مالية عنده ملخبطة أمورها المالية متلخبطة أجار ما هو قاعد يلسده فوتيل الكهرباء متراكمة جوالات تنقطع تستغرب موظف عنده راتب يقولك تدق عليه بالجوال يعني ما عندك تسدد فاتورة ما عندك ترتيب ما قدرت ترتب أمورك فكثير من الناس يعني واجههم في حياتنا تستغرب والله يعني عيب يعني عندك كذا سوء ترتيب يجي آخر شهر يطلب منك 200 ولا 300 ولا 500 عندك مشكلة في ترتيب أمورك المالية فنحتاج شيء اسمه الذكاء المالي ما هو الذكاء المالي الذكاء المالي أن يكون عندك قدرة أنك تسخر مواردك المالية في صرفها على احتياجاتك المتعددة كم يجيك دخل أنت توزع على احتياجاتك بين أشياء ضرورية وبين احتياجات وبين كماليات يعني تسوي لك ميزانية مثل واحد عنده شركة أو مؤسسة هو سوي لها ميزانية أنت في بيتك مؤسسة أنت وأفراد أسرتك مؤسسة عندك موارد مالية عندكم راتب عندكم إيجار شهري يجيكم عندكم أن توزع الدخول هذه على على مصريفك متنوعة بين ضروريات وبين حاجيات وبين كماليات في الدراسة يقولون أن كثير من الناس اللي دخولهم عالية وما قدروا يعني يديرونها هم نفسهم يوم كانت مواردهم قليلة ما قدروا يرتبون أموهم فالمشكلة ما هي مشكلة يعني مقدار الموارد المالية اللي عندك المشكلة الكبيرة في إدارة المال كم واحد نعرف أن راتب قليل لكن ما شاء الله موفق ومسدد وبنى بيت ورتبوا مورة وسياراتها موجودة والحمد لله لا عايش في نعمة وكم واحد راتب عالي وهو غارق في الديون ولا أتملك بيت ولا عنده سيارات زي الناس فالمشكلة في إدارة المال الإدارة المالية تراها تدرس وتتعلم بعض الناس منك ما تدرسوها دورات ولا كده لكن تدرسوها من أبائهم تعلموها جيل بعد جيل إذا الأبو ناجح يكون أبناءه ما شاء الله ناجحين إذا الأبو زرع في أبناءه الترتيب وعدم الإصراف وعدم التقتير نحن نتكلم دائما لا تسرف ولا تقتر فالوسطية دائما مطلوبة في الأمور المالية لكن إن شاء الله أنه وياكم في سناب غرب الدمام نعطيكم بعض المختطفات تعينكم في حياة العملية وكيف تدرون الأمور المالية كثير من الأسر تفككت بسبب المشاكل المالية الأب ما هو قاعد يوفي طلبات لزوجته ولا الأبناء فتصير في مشاكل فتحدث مشاكل في الأسرة قد تصل إلى الطلاق والفرقة لأنه ما في توافق بين أفراد الأسرة يطلبون طلبات الأبو ما يقدر يوفيها الزوجة تطلب طلبات ما تقدر الزوج يوفيها هو عندها أشياء كبيرة يبغى يوفرها يبغى يشتري أرض يبغى يشتري بيت هم يبغون أشياء كمالية يبغون تمشيات يبغون سفريات يبغون كماليات في البيت فما في تجانس لابد من التجانس والتوافق بين أفراد الأسرة حتى يعني يوصلون إلى نتائج مريحة فلا يستعجلون وهو كذلك يسدد ويقارب فلذلك جاءت فكرة ميزانية الأسرة فإن شاء الله نستفيد من بعضنا ورحب أي ردود وتفاعل وستكون إن شاء الله هذه الكلمات في ميزانية الأسرة على شكل حلقات يعني كل فترة نحط كل أسبوع مثلا نحط حلقة مفيدة في هذا الجانب إن كان هذا الموضوع يعجبكم شاركوا سنابي من تحبون وهذه الحلقة الأولى وانتظروني بإذن الله في الحلقة رقم 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فراكاته اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة